لابد أن يكون نضالنا أن يكون نضالنا في اتجاه تعزيز صورة الرئيس محمد مرسي كرئيس لكل المصريين حتى بعد وفاته وضع حقه والخطوة النضالية الأخرى هي النضال القانوني لما الراجل بتاع الأمم المتحدة يطالب بفتح تحقيق إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس مرسي وظروف احتجازه فين بقى الرجالة فين لازم نشتغل ده احنا يا جماعة لو حبينا نعمل صندوق لدعم إجراء تحقيق شامل قبل الجثة ما تتحلل وضغطنا في هذا الاتجاه هيكون لو والله أنا متأكد وأنا بكلم من شاهدين الآن أنه بمجرد منعلن عن فتحة باب تبرع لسندوق يروح لمصاريف فتح تحقيق أو حملة عالمية من أجل فتح تحقيق في وفاة الرئيس مرسي لنحصل على ما نريد أنا بقول لك هو أنا متأكد تماما وأنا قاعدة هنا بس مين بقى اللي هتولى الايك هادي فين الرجالة اللي يشيلوا ويروحوا ويطلعوا وينزلوا لازم الكلام دوت اهو ماليزيا تتطلع الى تقرير شامل حول أسباب وفاة محمد مرسي طب على سيسي مش هيفتحت هي ولا حاجة لكن على الأقل تحمل هذا الملف الى العالم ليس بصفة الإخوان لكن بصفة الإنسان بصفة الرئيس محمد مرسي هذه النقطة مهمة في هذا النضال النضال ده مستمر يا جماعة احنا بنتعامل مع وحوش بشرية كالو شفت احمد نوسى مبارح والهستيريا اللي هو فيها تعرف ان دي هذي بالضب هستيريا عرفت حسيسي هذا الرجل كنت بقى له النص حتى بدأ يغلط في الكلام وكأن محمد مرسي كان يحمل مدفعا كأن الرئيس محمد مرسي هو الذي قتل الناس في ربعة وقتل الناس في الحرس عقولة يا جماعة كده اه نحن امام حالة حالة هياج نفسي يعني على الاخل الدارة بخبتك انت والسيسي العالم كله بتكلم عن عمالة السيسي لإسرائيل كل العالم والسيسي نفسه قال احنا بنحميهم يطلع اقولك ايه الخاين العامل الجسوس خاين ايه ابني هي المعركة معركة مفردات ولابد ان ننتصف في هذه المعركة لا بد ان ننتصف هذه المعركة ولا بد ان نعمل من اجل استعادة رمزية الرئيس مرسي ليس بوصفي لا ممثل الإخوان ولا الطير الإسلامي ممثلا للشعب وعن الشعب علموا الناس واذكروا وهاتوا ناس تكتب بالانجليزي وبالفرنساوي يخلنا قصة مش ان احنا عملنا عزا ومشينا انا ضد العزا انا ضد فكرة ان حد يقبل عزا الرئيس والعزا اي شهيد انا من جوايا لا اقبل ذلك كرمتي تتأبع علي ان اقبل العزا حتى يتم السقر ده هؤلاء علفت اعمله انا علفت اعمله انت بالقانون بالثورة بالدستور اي حد يقوم بهذا الدور انت لما تروح لمحكمة دولية انت لما تعمل تحقيق شامل انت بتسترد بعض دماء الشهداء مش ان انت نايم احنا نايم يعني انهم ده مش حلو او امكانياتنا على قدها لا احنا مش امكانياتنا على قدها احنا ورانا امه من المحيط الى الخليج ورانا شعوب وتطلعه الى الحرية ايه يعني كم مليون يعني هيتلموا عشان موضوع التحقيقات والكلام ده والتوسيق والحملات دي كم مليون